صحيح أن المواجهة بين التيار الوطني الحر وحاكم مصرف لبنان رياض سليمي ليست جديدة لكن مع انخفاض سعر الصرف لمستوى قياسي والعرقلة المستمرة للتطقيق الجنائي والدعاوى المفتوحة على الرجل في الداخل وفي أعرق الدول الخارجية وبتهم خطيرة تتعلق بطبيض الأموال عاد صوت التيار ليعلو في هذا المجال مطالباً إما باستقالة حاكم المركزي أو إقالته في مجلس الوزراء لمخالفته قانون النقد والتسليف لناحية عدم الحفاظ على سلامة النقد تؤكد مصادر قريبة من رئيس التيار النائب جبران باسيل للأو تي في أنه مكفل الآخر بالضغط بها الموضوع فالمعركة اليوم هي تحرر الاقتصادي وهذا الأمر لا يمكن أن يتم من دون التخلص من رأس هذه المنظومة الذي يمثله سليمي مشددة على أن مخالفاته القانونية مثبتة وهناك دراسة قانونية مفصلة في هذا الشأن تم أعدادها منذ عهد حكومة الرئيس حسان دياب وتضيف قبل أشهر عندما طرح هذا الموضوع قيل حينها إذا بفل رياض سليمي بيوصل سعر الصرف للعشر تلف ليرة اليوم ورغم تخطي سعر الصرف الخمسة وعشرين ألفاً والانهيار المالي والنقدي على كل المستويات يبدو أن الحاكم لا يزال يتمتع بالحماية السياسية اللازمة على نقيد التيار تقول مصادر تيار المستقبل أن هذا الموقف هو موقف تجاري أكثر منه جدي وإلا فليطرح على طاولة مجلس الوزراء بالطرق الدستورية المعروفة على الخط نفسه تسير حركة أمل هل حكي؟ مش وقته تقول مصادر قريبة من رئيس نبيه بري للأو تي في وضعة إياه في إطار الاستثمار السياسي سائلة بسخرية؟ ليش إذا شلنا رياض سليمي رح يتحسن سعر الصرف؟ حاج يضحك على العالم من جهتها لا تتبنى القوات اللبنانية الدفاع عن رياض سليمي ولكنها من جهة أخرى تضع إقالته في إطار المؤامرة أما بالنسبة للاشتراكي فهو يعتبر أن إقالة حاكم المركزي وإعادة هيكلة المصارف وتوزيع الخسائر وكل ما له علاقة بالوضع المالي والنقدي يجب أن يأتي ضمن خطة متكاملة للحكومة ومن ضمن هذه الرؤية يمكن النقاش باستقالة سليمي ولكن طرحها بشكل منفصل قد يعتبر كيدية بدورها مصادر قريبة من رئيس الحكومة تؤكد للأو تي في أن هذا الأمر يحتاج إلى توافق سياسي حوله وأن مقاتي ليس بوارد طرح أي إشكالية جديدة تتسبب باحتكاك داخلي ولكن بعيدا من المواقف السياسية هل يمكن فعلا من الناحية القانونية إقالة سليمي بالاستناد إلى قانون النقد والتسليف المادة 19 من القانون المذكور تنص على أنه باستثناء الاستقالة الاختيارية لا يمكن إقالة حاكم المصرف المركزي إلا بأربع حالات وهي العجز الصحي الإخلال بواجبات الوظيفة بحسب المواد 351 إلى 378 من قانون العقوبات مخالفة أحكام المادة 20 من قانون النقد والتسليف ارتكاب خطأ فادح بتسيير الأعمال وهنا يقول الخبير القانوني والدستوري المحامي سعيد مالك للأوتيفي أنه عملا بمبدأ توازع الصياغ فأن السلطة التي عينت الحاكم بإمكانها أن تقيله مشيرا إلى أن حالة ارتكاب الخطأ الفادح هي الوحيدة التي يمكن الارتكاز عليها ولكن هذا الأمر يتطلب إثباتا موثقا بالتالي قد لا تكون العملية بهذه السهولة خصوصا أن لدى الحاكم تبريرات يمكن له أن يقدمها وأبرز هذه التبريرات أنه تصرف بناء لسياسات الحكومة